السلام عليكم متابعي المحترمين في دروس سابقة تحدثنا عن موضوع le passé composé ورأينا أنه يدل على زمن الماضي كما تعلمنا أيضا كيف نصرف الأفعال في زمن l'an parfait والذي رأينا أنه أيضا يدل على الماضي إذن ما دام الأمر في الحالتين يتعلق بالماضي لماذا نحتاج لزمنين مختلفين؟ الجواب بعد قليل أهلا من جديد عزيزي المتابع قبل أن نشرع في درسنا الجديد نقوم بتصحيح التمرين الذي رأينا في نهاية الدرس الماضي حيث كان المطلوب أن نترجم ثلاث عبارات قصيرة العبارة الأولى أنا انتظرته الفرنسية سوف نقول العبارة الثانية هم فهموك والعبارة الأخيرة أنتم احترمتموني بالفرنسية سنقول ممتاز ممتاز الآن لكي نبدأ درسنا الجديد سوف نعتمد على هذا الفعل والذي يعني يحضر أو يعدو سوف نقوم بتذكيرين أولا بطريقة تصريف الأفعال في زمن لباسي قموزي وفي زمن لباسي قموزي المتازج préparé au passé composé J'ai préparé Tu as préparé Il a préparé Nous avons préparé Vous avez préparé Ils ont préparé طبعا J'ai préparé تأني أنا أعددت Tu as préparé أنت أعددت Il a préparé هو أعد Nous avons préparé نحن أعددنا Vous avez préparé أنتم أعددتم Ils ont préparé هم أعدد Le verbe préparé à l'imparfait Je préparé Tu préparé Il préparé Nous préparions Vous prépariez Il préparait Je préparé تأني أنا كنت أعدد Tu préparais أنت كنت أعدد Il préparait هو كأنا يعدد Nous préparions أي نحن كنا نعد Vous prépariez أنتم كنتم تعدون Il préparé هم كانوا يعدون إذا كنت عزيز المتابع ترغب في مراجعة طريقة تصريف الأفعال في هذين الزمنين فيمكنك الرجوع إلى هذين الدرسين ولذين ستجد رابطهما في صندوق الوصف ممتاز الآن سوف ننطلق من تجربة لصديقتنا سارة والتي أعدت الحساء لسوب بالمناسبة سارة هي أخت صديقنا كمال سارة لإعداد الحساء احتاجت لثلاثين دقيقة لكي نوضح أكثر ما سنتحدث عنه سوف نستعين بهذا السهم والذي يمثل محور الزمن بالنسبة لنا عزيز المتابع الحاضر هو اللحظة التي أتحدث فيها الآن بينما أنت تتابع الدرس على القناة هذه اللحظة التي يشير إليها السهم تمثل الحاضر بالنسبة لنا وقلنا أن سارة أعدت الحساء إذن عملية إعداد الحساء أو تحضير الحساء قد وقعت في الماضي واستغرقت ثلاثين دقيقة نمثلها على الشكل بهذه الطريقة حيث نلاحظ لحظة بداية التحضير ولحظة نهايته ممتاز الآن عزيز المتابع أدعوك إلى الانتباه جيدا سوف نحدد لحظة ما على شريط الزمان الذي أمامنا وينبغي أن ننتبه هل سارة كانت قد انتهت من عملية تحضير الحساء أم لم تنتهي بعد نتحدث نتحدث عن هذه اللحظة نلاحظ أنها تقع بين بداية عملية تحضير ونهاية هذه العملية إذن إذا تحدثنا عن هذه اللحظة التي يشير إليها السهم فسارة كانت لم تنتهي بعد من عملية التحضير إذن فعل إعداد الحساء لم يكتمل بعد لم يتم بعد بهذه الحالة سوف نحتاج إلى استعمال زمن وبالتالي سوف نقول سارة كانت تعد الحساء لأن فعل الإعداد أو التحضير لم ينتهي بعد لم يكتمل بعد ممتاز سوف نشير إلى لحظة أخرى على الشريط لنتبه جيدا نتحدث الآن عن هذه اللحظة إذن اللحظة التي يشير إليها السهم الآن اللحظة التي نتحدث عنها هي في الماضي لكن هل عملية التحضير كانت قد انتهت أم لم تنتهي بعد طبعا نلاحظ أن هذه اللحظة قبل نهاية التحضير وبالتالي لم تنتهي عملية التحضير بعد إذن مرة أخرى سوف نحتاج لاستعمال لم تأفل وسوف نقول سارة كانت تحضير الحساء ممتاز ننتبه جيدا مرة أخرى سوف نحدد لحظة أخرى نتحدث عنها الآن نتحدث عن هذه اللحظة لا شك عزيز المتابع أنك تلاحظ أن اللحظة التي نتحدث عنها الآن جاءت بعد نهاية عملية التحضير عملية إعداد الحساء كانت قد اكتملت قد تمت قد انتهت إذن في هذه الحالة فإننا نستعمل زمن وبالتالي سنقول سارة أعدت الحساء ولم نقل كانت تعد الحساء لأن اللحظة التي يشير إليها السهم اللحظة التي نتحدث عنها جاءت بعد انتهاء عملية التحضير مرة أخرى سوف نحدد لحظة نتحدث عنها لننتبه جيدا اللحظة التي يشير إليها السهم إذا تحدثنا عنها هي طبعا في الماضي لكن هل سارة كانت قد أنهت عملية التحضير أم كانت عملية إعداد الحساء ما تزال مستمرة طبعا نلاحظ أن سارة كانت قد انتهت من عملية التحضير إذن سوف نستعمل وبالتالي سنقول مرة أخرى سوف نتحدث عن لحظة أخرى اللحظة التي يشير إليها السهم نتحدث الآن عن هذه اللحظة هل عملية إعداد الحساء انتهت أم كانت ما تزال مستمرة الجواب طبعا كانت لم تنتهي بعد إذن في هذه الحالة سوف نستعمل وبالتالي سنقول كانت تعد الحساء ممتاز الآن سوف نستعين بنفس الشكل لكن مع جمل أخرى لننتبه لهذه الجملة الفعل الذي نريد أن نستعمله في هذه الجملة هو جو الآن بقي أن ننتبه جيدا اللحظة التي نتحدث عنها هل هي قبل انتهاء فعل اللعب أم بعد انتهائه لكي نعرف ينبغي أن ننتبه للحظة التي يشير إليها السهم واللحظة هنا ممتاز إذن هنا نلاحظ أن اللحظة التي نتحدث عنها جاءت بين بداية ونهاية عملية اللعب عملية اللعب لم تنتهي بعد إذن سوف نستعمل وبالتالي سنقول ممتاز نأخذ جملة أخرى كمال سنبت ديجون دان لكاف الفعل الذي سوف نستعمل هو prendre هنا بمعنى يتناول نتحدث عن كمال الذي يتناول فطوره في المقهى اللحظة التي نتحدث عنها هنا طبعا من خلال الشكل نفهم أننا نتحدث عن لحظة أثناء تناول كمال لفطوره عملية تناول الفطور كانت ما تزال مستمرة لم تنتهي بعد في اللحظة التي نتحدث عنها إذن سوف نحتاج الاستعمال وبالتالي سنقول كمال كان كان يتناول فطوره في المقهى ممتاز لنحتفظ بالجملة ذاتها كمال سن وت دي جون dans الكاف والفعل أيضا هو يتناول الآن سوف نتحدث عن هذه اللحظة في الماضي الشكل طبعا يوضح أن اللحظة التي نتحدث عنها جاءت بعد انتهاء كمال من عملية تناول الفطور إذن عملية تناول الفطور كانت قد انتهت قد تمت الحدث الذي يعبر عنه الفعل كان قد تم قد انتهى إذن هنا سوف نستعمل وسوف نقول كمال تناول فطوره في المقهى ممتاز نأخذ جملة أخيرة نو نو لفط نو لفط 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 يعني يقرأ الآن اللحظة التي سوف نتحدث عنها في الماضي تقع هنا أي بعد انتهاء عملية القراءة إذن هل سوف نحتاج لستعمال لنفط ام لفط لفط الهجوام طبعا لفط لفط لأنه في اللحظة التي نتحدث عنها كانت عملية القراءة قد انتهت قد تمت قد اكتملت وبالتالي سوف نقول nous avons lu un bon livre la semaine dernière أي قرأنا كتابا جيدا الأسبوع الماضي إذن كخلاصة لما رأيناه في هذا الدرس بالنسبة لزمن l'imparfait فإن لا نستعمله عندما يكون الحدث الذي يدل عليه الفعل ما يزال مستمرا يكون قد بدأ لكنه لم ينتهي بعد أما بالنسبة لزمن le passé composé فإننا نستعمله إذا كانت اللحظة التي نتحدث عنها تقع بعد اكتمال الفعل بعد انتهاء الفعل أي الحدث الذي نتحدث عنه يكون قد اكتمل قد تم قد انتهى وفي الحالتين معا أي عند استعمال l'imparfait أو عند استعمال le passé composé فإن لحظة وقوع الفعل تكون في الماضي بالنسبة لنا الآن عزيز المتابع من أجل مزيد من التوضيح سوف نعتمد على الصور طبعا الحاضر بالنسبة لنا دائما هو اللحظة التي يشير إليها السهم الأخضر الآن le présent اللحظة التي أتحدث فيها والتي تتابع فيها أنت الدرس على القناة هذه اللحظة تشكل الحاضر بالنسبة لنا الآن لننتبه جيدا هذا الحدث يقع في الماضي حسب ما نراه في الصورة هل هذه السيدة كانت ما تزال تتحدث هاتفيا أم انتهت من المكالمة طبعا حسب الصورة ما زالت تتحدث طبعا هذا الحدث في الماضي إذن سوف نستعمل وبالتالي سوف نقول ال ال أ بارلي التليفون تحدثت في الهاتف لأن عملية الحديث انتهت اكتملت تمت ممتاز نأخذ حالة ثالثة نلاحظ في الصورة تقنيا يصلح جهازا حسب ما نراه في الصورة عزيز المتابع في اللحظة التي نتحدث عنها هل التقني انتهى من الإصلاح أم لم ينتهي بعد نلاحظ أن عملية الإصلاح كانت ما تزال مستمرة إذن سوف نحتاج إلى استعمال وسنقول التقني كان يصلح الجهاز نأخذ حالة أخيرة نفس التقني لكن نلاحظ أنه أنهى عملية الإصلاح إذن الحدث اكتمل تم انتهى وبالتالي سوف نستعمل le passé composé إذن سنقول التقني أصلح الجهاز هكذا إذن عزيز المتابع نكون قد فهمنا جيدا الفرق بين استعمال le passé composé واستعمال l'imparfait بالنسبة لزمن l'imparfait فإن له دلالات عديدة يمكنك عزيز المتابع العودة إليها في هذا الدرس والذي سوف تجد رابطه أيضا في صندوق الوصف هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم ندعوكم لمشاركته مع أصدقائكم الراغبين في تعلم الفرنسية من البداية في الختام وكالعادة نشكر لكم طيبة المتابعة ونتمنى لكم دائما رحلة موفقة